السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اصدقائي متابعين على قناة فيتر كوين في فيديو جديد على قناتنا القناة مهتم باخر اخبار العملات الرقمي اخبار جديدة اصدقائي واخبار ايجابية جدا عن عملة تيرا لونة اصدقائي وراح اتكلم عن خطوط الدعم والمقاومة الخاصة بعملة لونة ومناطق الشراء المناسبة بعملة لونة اما بالفيديو اصدقائي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي طبعا اصدقائي اترك لكم رابط قناتنا تليجرام في الديسكريبشن تنضم لنا انضم لقناتنا على تليجرام لتشوف اخر اخبار لعملات المشفرة والتوصيات مجانية في بعض الاحيان من ازل توصيات على القناة العامة طبعا اصدقائي راح ترك لك رابط لمناصة كوكوين راح يكون فيه الاستعمال ممتاز جدا لهذا الرابط شو الاستعمال قليكم معنا لبعد الانترو اصدقائي وشوفوا كيف راح تستفادوا من هذا الرابط بشكل كبير جدا طبعا اصدقائي سعر عملة لونة مقابل بيو اس دي على منصة بايننس 0.303 طبعا القاعد التاريخي للعملة وصل لل 0.605 اصدقائي انا اشتريت 0.403 يعني لحد الان مربحي 10x من المحفظة وصل مربحي الى 15x يعني 1500 بالمئة من المحفظة انا اشتريت بها المنطقة الموجودة هاي امامكم 0.403 بهاي الشامعة الحامرة انا اشتريت لونغ طبعا والمحفظة الموجودة ادامكم على كوكوين اول شي بيشوف انه عندي نيم تقريبا عندي تقريبا 3 مليون قطعة من عملة لونة طبعا انا اشتريت 30 مليون بسعر 100 دولار نشوف الأوردرات اصدقائي انا اشتريت بقيمة 80 دولار يوم 13.50 بالامس الساعة 7 الى ربع مساءا طبعا مرة تانية اشتريت بقيمة 20 دولار في الساعة في الساعة التاسعة مساءا يعني الاجمال لرأس المال اجمال لرأس المال اصدقائي تقريبا 100 دولار اذا مندخل على المحفظة اصدقائي بنشوف انه معي 800 دولار يعني لحد الان عامل ثمانة اضعاف مع انخفاض العملة شوف العملة كم انخفضت من صباح اليوم الى الان طبعا مربحي كان 1500 دولار لكن حاليا العملة نزلت وصار مربحي 800 دولار طبعا استثمارك باي عملة نشطة مثل عملة لونا المبلغ اللي بتحطه بهاي العملة لازم تنساه يعني بتعتبر نفسك خسرت هذا المبلغ وانتي مالك بحاجة المبلغ واذا نزلت العملة اكثر ما بتنزعل على هذا المبلغ لكن اذا العملة ارتفعت و تحقق ارباح فتحقق ارباح رائعة جدا طبعا اصدقائي انا هدفي الواحد سنت حطيت order كما تشوفوا قدامكم انا حطيت order مفتوحة على الواحد سنت اذا بتصل العملة السعر الواحد سنت طبعا بعد عمليات حرقه وبعد كميات الشراء العالية اذا توصل الواحد سنت انا مربحي 30000 دولار طبعا انا بالامس اصدقائي على التليجرام قلت لكم يا شباب انا اشتريت من عملة لونا بقيمة كذا كذا وعدد القطع صورت لكم اول ما اشتريت عملة لونا في بعض الاشخاص اتبعوا مصيحتي او اتبعوا الطريقة الانعمة اشتغل فيها واشتروا كمان من عملة لونا ليون دا اولي طبعا عب تشكروني على هاي النصيحة لهيك اصدقائي استثمارك باي عملة لازم تحط هال المبلغ وتعتبر نفسك انه انت نسيت هاد المبلغ انا استثمارت 100 دولار ما لي بحاجت هال 100 دولار اضطيتها في عملة لونا على الواسع هاي العملة جبلي مربحة جدا بالنسبة الاخبار عملة لونا اصدقائي ارتفع الماركت كاب الخاص بعملة لونا الماركت كاب لعملة تيرا لونا صار بمنطقة مرتفعة وصارت بالرزق المية وخمسة وثمين بعد ما كانت بالميتين وسبعين يعني ارتفعت تقريبا 100 مرتبة بماركت كاب صارت ثلاتي مليار دولار اتوقع لسه انفجار اصدقائي طبعا والتوتل سبلاي للعملة صار ستة تريون وتسعمية مليار قطعة طبعا وتوقفوا عن سك المزيد من القطعة بطلب من سيزي بايننس ووعدوا انه ما تم في حرق مرة اخرى على هاي العملة طبعا اصدقائي الفوليوم صار 8 مليار تداول حاليا 8 مليار دولار ارتفعت للعملة بنسبة 1300 بالمية على اللي كانت فيه بالامس طبعا اصدقائي احب اوضح فكرة بس انه السعر عملة لونة على منصة بايننس بيختلف عن السعر على منصة كوكوين طبعا اصدقائي فيه اختلاف الاسعار في المنصات طبعا بالامس كان سعر عملة لونة على منصة بايننس ووقت اللي اشتريت من عملة لونة كان السعر هون 0.407 على منصة كوكوين كان السعر 0.403 يعني فرق معي الضعف اشتريت عملات بمربح الضعف لاني اشتريت على منصة كوكوين الاسعار على منصة كوكوين اصدقائي افضل من الاسعار على باقي المنصات و الأفضل الشراء على منصة كوكوين طبعا كل المنصات أزالوا عملة لونة إلا منصة كوكوين تمت دعمه لهذا المشروع وما أزالت عملة لونة لهذا أصدقائي إذا صار مزيد من اضطرابات بعملة لونة ما بتوقع أنه منصة كوكوين تعمل إزالة لعملة لونة طبعا إذا أنت حتشتريت بمنصة باينانس أو أي منصة تانية أنت مهدد أن العملة تنزال لكن منصة كوكوين قالت أنه ما رح تشيل عملة لونة طبعا أصدقائي يشوفوا فرق السعر هون 25 وهون سعره 20 فرق معك تقريبا من عدد القطع إذا اشتريت على منصة كوكوين فرق معك القطع تقريبا 20% إذا تشتري على منصة باينانس مع 100 ألف قطع على منصة كوكوين بيعطوك مليون قطع لهذا الشراء أنا بفضل أصدقائي على منصة كوكوين رح تلقي لك الرابط أسفل الفيديو رابط الخاص بقناتنا أصدقائي طبعا لتقليل الرسوم ودخول في المسابقات القادمة على منصة كوكوين بالفضل الاشتراك عن طريق الرابط أصدقائي حتى ما ستتعرف عليك مستثمر من طرف قناة فيوتشار كوين رح يكون لك مميزات مختلفة عن باقي المنصات طبعا هاي منصة أصدقائي بتقبل توثيق بجميع الجنسيات طبعا أصدقائي أما بالنسبة لأخبار عملة لونا اقتراح من دونو اللي هو أحد المؤسسين عملة لونا اقترح بإنشاء عملة جديدة طبعا عدد القطع العملة سيكون 1 مليار 400 مليون قطعة بتتوزع علي الأعضاء المستثمرين بسعر الواحد دولار فما فوق يعني قبل الانهيار ستتوزع عليهم 400 مليون قطعة 400 مليون قطعة اصدقائي ستتوزع علي الأعضاء المتضررين بعملة اليو استي الدولار الثابت الخاص بعملة تيرالونا و100 مليون قطعة ستتوزع علي الأعضاء المتضررين في آخر اللحظات من الانهيار طبعا 100 مليون قطعة سيتم استغلالها للنمو العملة الجديدة أولى بناء مجتمع أكبر للعملة الجديدة طبعا أصدقائي هذا مجرد اقتراح من دونو ولا حد الآن ما في خبر رسمي بإطلاق العملة الجديدة طبعا الزقائي إذا تم اطلاق العملة الجديدة ستتضرر عملة لونا لأن الشركي تكون تخليط عن عملة تيرالونا طبعا الزقائي بنعرف بهالطريقة النقاع عملة لونا هو 0.403 إذا بتقدر تستثمر أو تشتري بهذا السعر فهذا أمر رائع جدا 80 دولار ربحت معي تقريبا 1500 دولار الحمد لله رب العالمين وبانتظار الواحد سنت إن شاء الله إذا تم حرق من عملة لونا وتم زيادة في الماركت كاب العملة راح تحذف الصفرين وتوصل إلى الواحد سنت طبعا باقي 17 ضعف فقط باقي 17 ضعف حتى العملة توصل إلى الواحد سنت وأنا من 80 دولار بحقق مربح تقريبا 2000 دولار أصدقائي انقوموا صنع هيد الفيديو بتمنى الفيديو كنا لأعجابك لا تنسى تشتركنا بالقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على لايك حطي وصرق كل جديد في عام عملات رقمي مع السلامة وبدمتم بخير اشتركوا في القناة